موسيقى قبل الفاصل قلت لحضراتكم انه مبنى مسكير وده مبنى مهم جدا والحقيقة المسؤولين عن المبنى والمسؤولين عن الهيئة دايما عندهم أمال وأحلام وربما تكون الأمال والأحلام كمان بيعني فوق التوقعات بيحاولوا يعملوا كل حاجة عشان يقدر ان هو يقفز بهذا المبنى وبالعملين ان هو يحقق لهم يعني أوضاع أحسن وأفضل منها انه ينتج يقدم منتج على الشاشة قوي ومختلف وفي نفس الوقت يبقى بيقدر كمان العامل اللي بيشتغل داخل المبنى ولكن بين الأمال والأحلام والمطالب دايما بيبقى في بعض المشاكل بتحصل في كل مكان وده بيخلي دايما المسؤولين ان هم عايزين يحاولوا يرجعوا يلموا الدنيا والناس ويأكدوا على المشروع الأهم وهو انه مسبيرو يفضل في مكانه وبالريادة ويحافظ كمان على حقوق العاملين علشان كده في ضيافتنا اليوم ودي فرصة هيلة جدا مع بداية العام نعرف كمان الخريطة ومسبير ورايح فين والهيئة الوطنية للإعلام أحلمها وأملها على أرض الواقع ممكن تبقى عاملة ازاي في ضيافة التاسعة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ حسين زين مساء الخير مساء النور الزميلة العزيزة شافك المنين مساء انت في بيتك لا والله أنا سعيد بالتواجد معاك في الستوديو التاسعة ومنورانا بجد استوديو عشرة بتاعنا بجد يعني أنا أولا بشكرك لأنه يعني يمكن الناس أنا كلما بدخل استوديو عشرة بحس كده من أكبر استوديوهات موجودة في الشرق الأوسط واستوديو عريق وفيه تاريخ وإن إحنا نفضل محافظين عليه بهذا الجمال والرونة والناس تبقى مبسوطة به جدا ده التراث اللي خلق مسبيرو كل جميع المسلسلات والفوزير وكل الأشياء الجميلة اللي احنا تربينا عليها خارجة من استوديو عشرة دي صحيح طمني على العاملين في مسبيرو والله هم بخير زمائلنا وإخواتنا وأصدقائنا يعني صراحة إحنا بنفكر فيهم أكتر ما بنفكر في نفسنا عشان حالنا من حالهم طبعا فطبعا أنا بس أحب في البداية بتوجه للشكر اللي معالي دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على الجهد الجميل وهو تأديرا لمسبيرو الاستجابة السريعة اللي احنا متوقعين هتملي منه صراحة يعني ما تأخرش ومعالي وزير المالية طبعا الهيئة الوطنية للإعلام عندها صعوبات مالية اللي هي طبعا الوفاء بالالتزامات اللي هي بتزداد كل يوم عن اليوم اللي قبله انت متخيلة المبلغ المخصص للهيئة الوطنية للإعلام من 2011 مبلغ اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو شامل كافة الأشياء والبنود الخاصة المالية بالتحاد اللي زعوا التليفزيون في السابق والهيئة الوطنية للإعلام حاليا 220 مليون جنيه وقلنا المبلغ ده مخصص لإيه لكل شيء يعني انت متخيلة الأجور السابقة الأساسية والحوافز والمكافئات والمتغيرات والتشغيل والتقنية والصيانة كل شيء ممكن تتخيله هو مبلغ ثابت من 2011 يعني مر عليه أكتر من 11-12 سنة واحنا ما زدناش في ظل الطموحات والأحلام والمتطلبات العصرية للإعلام ككل وانت عارفة الإعلام مكلف وإعلام مكلف جدا جدا فوق الوصف عشان نعمل الصورة المبهجة ونعمل الموضوع ونعمل التقارير ونعمل الشغل ونبقى موجودين في كل حدث وننقل وانتو الحقيقة بتنقلونا في أحداث كتيرة جدا طول الوقت الناس متخيلة للإعلام ده مجرد استوديو وانت بتطلعي منه وكاميرات بتصور وخلاص ما تعرفش اللي ما ورأها هذا فيه تقنيات حديثة فيه ترتدات فيه اسلوب بس جديد فيه محتوى فيه أشياء فيه عاملين كل الأشياء دي بتجتمع عشان تطلع على الصورة اللي في الآخر اللي بنتكلم كلنا عليها والمحتوى اللي بيبقى فاصل ما بين القنوات والأخرى والتنافسية اللي موجودة طيب فإحنا هنرجع إن المخصص كما هو من 2011 وإحنا بقينا في 2022 بزبط طيب إحنا بالنسبة للمخصص 220 وفي ظل الزيادات وتعويم الجنيه وإحنا كافة الأجهزة والتقنيات كلها كلها خارجية يعني أنت بتضطر تتعاملي بالدولار وكل يوم فيه زيادات وفي ظل الأزمات اللي بتبقى موجودة وأزمة كورونا كمان الدنيا مش مبشرة كانت لكن برضو تخطينا المراحل الصعبة دي نرجع لأزمة العاملين الكوزية دي مهمة جدا إحنا معاهم قلبا وقالبا غضبوا ليه؟ يعني إيه الغضب اللي وصل الناس لهذه الحالة؟ بصي أنا هقولك هو مش غضب على قد ما هم نفسهم المبنى يقوم وهم عارفين المبنى ده وأهميته فهو مش غضب وفي نفس الوقت إحنا بنتكلم إحنا بندينهم كافة الحقوق بتاعتهم المشروع لإنت تتنفس وتعبر عن نفسك وإحنا معاك صحيح أولا ده حقه والحق أنا كان عندي في الأساس اللي أنا لازم أثبته له قصابك ملكي إحنا بنتكلم عليه متواجد معاه يتحقق في أي وقت بتشلف الخزنة بتاعته لكن هنا ده الجزء اللي إحنا المفروض بنقوم به من ناحيته مش قادرين نوفي بالالتزام بس الالتزام يبقى مكتوب وموجود فضمننا كافة الحقوق الخاصة به من علوات وتسويات وترقيات كل الأشياء من هذا القبيل لكن لما تيجي تبصي لها شمعنا التوقيتات اللي إحنا موجودين فيها درات إحنا كنا بنوفي بأجزاء كتيرة كانت في الأيام السابقة وما كانش دين مشكلة كبيرة آه ما كانتش ماشية بصورة مستمرية بس كنا بنحاول على قد ما بنقدر وهو صراحة في الأول وفي الأخير هو صابر عليك ده كيان الدولة وهم ما تتخيليش بيحبوا كيان الدولة إزاي هم بيشتغلوا في أهم صرح موجود فيه صرح الإعلامي والعاملين في مسبيرو طول عمرهم الحقيقة هم أكتر ناس بيتحملوا لأنه هم اللي بيصبروا الناس على الشاشات هم متحملين المسئولية بيتحملوا المسئولية وبيشتغل كتير وبيتعب طيب خلينا برضو نرجع كده ونتكلم مع حضرتك وتقول لنا بأنه يعني الإرادات والحاصل وحجم الأموال اللي بتدخها الهيئة شهريا من الموارد بتاعتها وإجمالي الدخل إنت هتحلها إزاي يعني هتطمن الناس إزاي وفي نفس الوقت تكمل الأمال والأحلام بتاعتك طيب إحنا بنتكلم فيه استجابة سريعة اللي هي تم ضخ 60 مليون جنيه 60 مليون جنيه دول كمرحلة أولى إحنا بنتكلم فيها عشان نستوعب كافة المعاملات المالية الخاصة اللي إحنا بعتناها بمطالبات العاملين فكانت الجزائر الأولى اللي إحنا هنبتدي نتعامل مع أجزاء اللي هي زي العلوات والمتجمدات اللي هي موجودة ألوات اللي هي لم يتم الوفاء بأجزاء منها بأجزاء منها بالضبط فحيبدأ يبقى فيه على طول صرف لهذه المساقطة ده من يناير على طول 23 مع الصرف الإلكتروني حيبقى نازل وموجود يعني من 23 يناير دي حيبقى القبض الجاية على طول بالضبط إحنا بنتكلم في مرحلة أولى لدحقك إحنا بنحاول نوفي به وبنحاول نوصله تمام لكن هو الأساس عندك في الصعوبات المالية الموجودة اللي هو فرق ما بين التمويل اللي بيجي لك أو المخصص المتين وعشرين وإنتي في الأساس عندك متين وستين لازم يبقوا متوجدين ده الحد الأدنى اللي احنا بنتكلم فيه الأربعين اللي بيجوا دول من ضخ الهيئة اللي احنا بنقول من إراداتها والإرادات اللي احنا كنا بنجيبها بنتكلم فيها دي المفروض بتروح في تقنية هندسية ورفع كفاءات وصيانات وإلخ من ده فابتدت تروح في الجزء التاني اللي هو حقوق العاملين طيب احنا دلوقتي لما بنضخ الجزء دوا حيتوقف الأعمال التطوير وعمال البنية الأساسية ومن كل الأشياء دي طيب الاربعين دول اللي احنا بنتكلم فيهم مش هما الأساس ده احنا عايزين مية وعشرين فوق المتين وعشرين عشان تكمل عشان نكمل أولا بند الترقيات اللي عندك اللي هو الخاص بالعملين ده لوحده الـ 11 ألف عامل لترقيتين فقط عامل 40 مليون جنيه شهري هتحله إزاي ده دي مشكلة وعقبة لسه بقية الأجزاء مترقمات العلوات والمتجمدات والإضافات والأشياء دي تدخلها في حوالي 700 مليون جنيه فأنتي بتخيلة المبلغ وكبره قدية طبعا ده مبلغ كبير جدا عشان حجم العاملين داخل ما سبيره 32 ألف عامل هي دي المشكلة الأساسية لو كل واحد بياخد العلوة بتاعته حتى اللي احنا بنتكلم فيها الـ 65 جنيه ولا الـ 100 جنيه والكلام ده بتشكل المنظومة ككله بالترقمات المبلغ ده طبعا وده مبلغ كبير طبعا وهقولك الأكتر العاملين متفاهمين وعارفين اللي الأجزاء دي مش هتنزل لهم مرة واحدة بس بيقولك حرقلنا العجلة احنا معاكو احنا مع كيان الدولة هو عايز يتطمن بأنه يبقى فيه خطة هو عارفها لا وهو صبر ثلاث سنين بس الدنيا زادت عليه وهو عارف اللي كان الدولة بتوجه تملي بحياة كريمة للمواطن طبعا ده هي الدولة شعرها الحياة الكريمة ده الأساس وعلى فكرة دعم الدولة لا يتوقف يعني ما سبيره كيان أساسي في وجدان الدولة طبعا فاحنا بنتكلم في كل العامر دي اتأخرنا شوي وده الكلام ده وارد لأمور كتيرة احنا بنتكلم فيها كيان دولة قايم وفي ضخ لأماكن كتيرة لكن ده مش معنا ده اللي احنا غفلنا حقهم ولما جم طالبوا اللي هم يبقوا متواجدين ونقول حقنا والكلام ده مطلق الحرية وقلنا لهم جوة بيتكو احنا تحتمرهم بس ما فيش تدخلات لأشياء أخرى غريبة نقدر بقى ساعتها نتعامل معا وهم احترموا ده جدا ولما شافوا اللي فيه عناصر غريبة داخلة فيهم حاسة من كلام حضرتك كده أساس حسين انت حاسس ان فيه ناس بتدخل ما بين الأمناع ده أساس وهم أدركوا ده على فكر يعني هم أدركوا اللي هم حقهم المشروع اللي بيتكلموا فيه مع قياداتهم وناسهم اللي فيه تدخلات من ناس تانية بتحاول تغير المسار وتخليه في اتجاه تاني وده المنع اللي هم عملوهم تدخلات دي عاملة أزمة داخل مسبيرهم؟ طبعا انت عندك من كافة الطيارات والأشياء اللي احنا بنتكلم فيها الخارجية والدخلية اللي انت مش عارف كمان المحتوى الداخلي فيه ايه؟ بالضبط جوايا أنا ها هي دي المشكلة التانية اللي بنتكلم فيها فهم ابتدوا يصفوا نفسهم بنفسهم احنا واقفين هنا بنطالب بكل أدب وزوء لحقوقنا لكن المواضيع اللي دخلت في السياقات التانية هي دي المشكلة الأساسية اللي عملت تغيير المسار طب هل هي ان انا اطلب حاجة بما اني برضو يعني زملائنا وحبايبنا وناسنا وانا بحس ان الناس مسبيرهم يعني تعبوا تعبوا جدا وده حقه هل يعني حضرتك قلت انه في حل حيبدأ ان شاء الله حيبقى موجود يوم 23 يناير وده شيء جيد جدا هل فكرة انه نفتح الباب شوية نستضيف مجموعة ممثلين من القطاعات من السادة اللي كانوا موجودين من زملائنا لما برضو يبقوا موجودين يعني انا بتكلم معاك وإحنا في استوديو في بيتنا احنا قدين في بيتنا انا وانتا دلوالس لكن لما يبقوا موجودين في مكتبك ويسمعوا منك الكلام ده برضو وجها لوجها يبقى فيه نوع من الطمأنة ونوع من الالسقة بانه احنا معاك وانت عارف ابناء ما سبيرو هم حيخرجوا من المكتب يقولولك احنا معاك بس يبقوا متطمينين بالجدول اللي انت بتقول لي ده حصل لا ده حصل النهاردة بل منزل دلوقتي الستوديو طب احنا ممكن نشوف الصور يعني فيه على فكرة اه بالزبط دي الصور دي صور من داخل المكتب عندي داخل المكتب والناس موجودين حتى الاعضاء اللي خاصة بالنقابات اللي خاصة بمس بيرو كانوا متواجدين والحديث كان ايه أستاذ حسين بصي متفائل جدا الناس فعلا ناس على قدر من الحرية اللي احنا بنتكلم فيها الاعلامية المنضبطة وفي نفس الوقت كافة الاحترام هما بيقول لك احنا بنقول حقوقنا افتكرونا احنا داخلين على الاب والام بنقول لهم احنا محتاجين صح فهو ده الشيء اللي احنا كلنا بتغترهم عليه وهم طلبوا ده جوابتهم يعني وده مطلب مشروع انا معهم متضامن فيه ده حقك وانا بضمن لك حقك بس الوفاء ليه بنحاول اللي احنا نمشيه بالطرق اللي نقدر عليها وهم مقدرين الجزئية دي اللقاء استمر حوالي اكتر من ساعتين على فكرة لمختلف يعني كل الفئات اللي بنتكلم فيها من كافة القطعات والطيارات اللي موجودة داخل الماسبير والناس غاية في الاحترام اكتر حاجة يعني اتكلموا فيها مع حضرتك اقالوا ايه هم مش بيتكلموا بس على فكرة في الجزئية بتاعتهم الخاصة بالحوق هم بيشوفوا احوال ماسبير والتطوير اللي تم فيه على شكلة القناة الاولى القناة الاولى مزهلة دلوقتي تنفسية بصورة جميلة نفسهم في الكل بس دي تكلفة مالية عالية جدا احنا طموحنا اكبر من ده يعني انتي على شكلة البس الاردي شوفي تحسن ازاي وبقى الشكل بتاعه ازاي درجة البطولات الافريقية بيكافت الاشياء بتاعتها والالعاب بيتبس عليه نقل كرة القدم العظيم النقل الجديد اللي بقى بالعربيات البس الفوركي اللي بقت على تقنية عالية جدا وتواكب التقنية العالمية بقت موجودة عندك وبتنقلي بيها المباراة دي كل ده تطوير لماسبير ونقل الاحداث القومية يعني طريق الكباش والمميوات ولا ولا هقولك على الحاجة الاختر منتدى الشباب انتكافة التغطيات والاحداث الخاصة بالدولة بيقوم بيها التلفزيون المصري طيب بعد اللقاء والصور دي هل السادة زملائنا وزميلاتنا لموجودين مشوا متطمينين مشوا بجدول اعمال مع حضرتك بقى فيه نوع من انواع التمأنة ما بينك وما بينهم بانه احنا شغالين على اولا اللقاء ده مش هيبقى اخر اللقاء احنا بنتكلم ولا هو حيبقى ده اللقاء جيه بطريقة تلقائية واحنا بنشوف احوال ما سبيرو عاملت ازاي تمام ووجهت لرؤساء القطاعات بضرورة عقد ندوة شهرية تجمعهم بالعملين في قطاعاتهم ده مهم جدا وينقلولي حتى لو عايزيني ابقى انا موجود حبقى موجود معاهم عشان دول في الاول وفي الاخر سملائنا وابنائنا واصدقائنا فلازم يبقوا عارفين الاحوال خليني كده اقول لكل زملائنا اللي يسمعونا انه حيبقى فيه ندوة شهرية بزرورة لكافة القطاعات يعني الاخبر والمتخصصة والمحليات والفضائية والطف انت هتلاقي برضو مزيعة مش من بره فانا عارفة كل حاجة طبعا يعني اذا خليني اقول لزملائنا بقينه يعني بس اقولك حاجة بصراحة استيس حسيني حيقولك تاني ندوات ما انت بتقعدني وتقول كلام بيقلقوا هم بيقلقوا لا انا مش قاعد عشان انا اقول له كلام انا قاعد اسمعه واشوف مقترحاته لو فيه اشياء عندهم يقدر يسام بيها للهيع وممكن انت تسمع المقترحات هتسمع كل المقترحات النهاردة قالوا مقترحات جميلة جدا قلتولهم بعد اذنكوا وافوني بالتفصيل يعني اللي بتديني قلنا مقترح منهم بيتكلموا لتطوير موارد ماسفيرو هم شايفين الاعباء اللي علينا قديهم من رعاية طبية وبنتكلم في التكاليف احنا التكاليف التشغيل في حد ذاتها زادت ربعمائة خمس ومية في المية فانت اما بتيجي تحطي ده قصاد عنيكي بتلاقي الارقام فلكي بالاضافة للعلوات والمتجمدات والترقيات والتسويات في حاجات ده ورث كبير ورث تلاتين اربعين سنة جينا شلناك هيئة وحطينا الحلول ليه فعلا ومارسناها والتدينا نطبع لها دلواق يعني اللوايح المالية والإدارية كل الحاجات من هذا القبيل الحمد لله انتهينا منها وحطينا طب انا انا اقترح عليك حاجة برضو استاذ حسين بما انك هتعمل هيبقى فيه ندوات مع القطاعات احنا اهل الاعلام ايما نجي نتكلم ما بنتكلمش كلام بورا بنعمل بريزنتيشن طبعا فليه ما نعملش بريزنتيشن ويتم كل قطاع اكيد كل قطاع عنده نسبة تشغيل عنده نسبة انفاق عنده ايضا حاجات عليه وتبقى ويبقى قاعد السادة العاملين زملائنا يبقوا شايفين ده بالعين وياخدوا يدوا مع بعض في القطاع بتاعه يعني زي ما بنيجي نعمل مزانية برنامج مثلا تيجي حضرتك تقول لي ايه معلش البند ده انا مش هقدر اوفيه نقدر نعمل ايه فانا مثلا اقول لك طب احنا هنقدر نعمل كذا وكذا فيبقى كمان العامل مشترك هو بالتالي من خلال الندوات دي هل ده قائم؟ ده قائم وده اللي حيبقى موجود الندوات دي تبادل الاراء وجهات النظر مقترحات هي ما كانتش موجودة قبل كده ما كانتش موجودة ولازم تبتدي وتبقى موجودة يعني اللقاءات كانت فردية بتتعامل في المكاتب الرؤساء القطاعات ويجمع عدد من العاملين كل ده من هذا القبيل بس احنا عايزين نواسع النطاء ونبتدي نتكلم اكتر كانوا بينادوا بلايحة مالية موحدة تمام وفينا بيها وحطناها وحيبتدي تنفيذها في الايام المقبلة ان شاء الله ودي خطوة مهمة جدا فإذا احنا عندنا كمان لائحة مالية موحدة تعرف اختلاف القطاعات كانت عاملة مشكلة كل قطاع بينفز معايير وضوابط ولوايا حملية مختلفة عن القطاع التاني وده ورس وده ورس مش قادر اقولك كان عامل ازاي احنا لما دخلنا على ماس بيرو وشوفنا كل شيء محتاج تغيير كل شيء محتاج اللي هو يتحط بصورة اخرى فانت عشان تشتغلي في المنظومة دي كلها واتطلعي منظومة واحدة موحدة مش قادر اقولك اللي احنا تعاوننا معهم كلهم من الناس الخبراء وكده تعبوا انهاكوا من كتر ما بيشوفوا تفاصيل ولوايح حاجات كتير طب انا هستأذنك في فاصل تضالي يعني حضرتك هنا يعني ساحب بيت فحناكه تفاصل وعايزة برضو يعني اكلم زملائنا واقول في الفاصل ده احنا اهل مسبيرو اتعودنا ان احنا نشيل ونتكلم مع بعض بس في النهاية المبنى بتاعنا ده هو بتاعنا اللي بنشيله وننط به لبكرة هكمل معاكو هطمنكم زيادة زي ما قلت القبض اللي حيكون يوم 23 ان شاء الله خطوة اولى ندوات وكمان في لائحة مالية محدة مزيد من التفاصيل واخبار حلوة لكل اهلينا وكل زملائنا من رئيس الهيئة الوطنية للاعلام بعد قليل في التاسع مزلنا في مسبيرو نتحدث عن الامال والاحلام وعن طلبات ايضا العاملين في مسبيرو ومزال في الزيافة التاسع رئيس الهيئة الوطنية للاعلام الاستاذ حسين زين مرحب بيك مرة تانية اهلا وسهلا نحن بيك طيب يعني عايزين بردو نعرف يعني مزيد من التفاصيل اتكلمنا وطمننا بردو شوية من زملائنا العاملين وكده ولكن بردو يعني عايزين نعرف يعني كمية عايز اقول الاعباء اللي موجودة على الهيئة يعني الهيئة دي منوض بيها نتحط افكار واحلام وتنطلق زي ما عملتوا فكرة الرياضة زي ما طورتوا هنا في قناة الاولى عندكم تطوير للقناة التانية الفضائية المصرية طيب في ظل هذه الاحلام انت عندك واقع كمان انا عايز اتكلم بس في الجزئيه الاكبر طمأنينة للعاملين حقوقه خلاص ابتدى توصل ابتدت توصل واحنا ابتدينا مع نهاية يناير ان شاء الله هتنزل على الدفع الالكتروني هتلاقوها موجودة فديك استجابة السيد رئيس الوزراء بالضبط زي ما حضرتك قلت هنبتدي اتباعا اللي هي المتجمدات والعلاوات اللي هي 2017 و18 وجزء من 19 دي خطوة اولى هيبتدي بقى في الشهور اللي بعدية على طول السادات اوتوماتيك فحيبقى الموضوع خلاص انت حقق ابتدى يوصلك الحمد لله تباع طيب يعني خلينا برضو عشان الناس برضو اللي بتشاهد يعني ما تعرفش انه ما سبير ويعني يتحمل والهيئة جدا بانه ما كانش فيه صرف اللي العلاوات اللي الدولة بتقرر اقرتها اقرتها فبالتالي هيبدأ فيه هذا الصرف بالنسبة لأهلنا بقى اصحاب الناعشات اولا موضوع نهاية الخدمة اللي الناس كلها بتتكلم فيها مكافئة اه بالزبط ودي المشكلة كانت الكبرى احنا لما جينا كهيئة في 2017 لقينا ما فيش صندوق نهاية خدمة ولا فيش اشتراكات والناس كلها معتقدة اللي هي كانت بتدفع الاشتراكات دي صندوق الريدي موجود وهي بتتعامل على هذا الاساس لأ طلع الكلام مش مصصح وهو اتضح اللي هما كانوا بيدفعوا الاشتراكات دي بتاعت المعاشات التأمينات والمعاشات ده شيء وده شيء آخر طب لما جينا اتكلمنا انتوا كنتوا بتصرفوا كالتحاد زعو تليفزيون في السابق منين من مخصص الدولة اه يعني الدولة تبعت له مخصص هو بيطلع منه بالزبط مش من السندوق لا مش المعاشات مكافئة نهاية الخدمة مكافئة نهاية الخدمة المعاش ده موضوع تاني المعاش ده موضوع تاني مكافئة نهاية الخدمة المكافئة بتاعت نهاية الخدمة دي ده مبلغ طبعا شيء كبير من الزغاية صحيح يعني احنا نقترب دلوقتي من 17 مليون جنيه شهري فاحنا بنتكلم على عدد خارج وعدد موجود يعني فيه حاجات كتير بس احنا هنا عايزين نفهم العاملين الموضوع ايه بالزبط طيب لما جينا في 2017 لقينا فيه مكتوب قرار صادر من وزير المالية في 2014 ممنوع التعامل بمخصصات الدولة في السنديق الخاصة ده وقفنا على طول فما تقدرش انت من مخصص الدولة تعمل مكافئة نهاية الخدمة وكان رؤساء القطاعات حين ذاك راحوا نيابة الاموال بالتهمة دي اللي هم بيدفعوا من مخصصات الدولة اه لان ده فلوس دولة بالزبط طب الحل ايه ساعتها الحل مفيش سندوق مفيش اشتراكات وفي عدد من العاملين كتير متراكم بقاله ثلاث سنين وده بيحتاج نهاية الخدمة بتاعته عشان تعينه على تكملة حياته مصبوط وبعد الخدمة اللي هو قطعها في مسكو وحقه ده إكراما ليه طيب دي قد ايه 150 شهر لكل شخص بيخرج على اختلاف طبعا الاساسي اللي بيتعمل بيه الدرجة بتاعته طب احنا هنعمل ايه لما جينا عملنا الدراسة الاكتوارية ووصل اللي احنا محتاجين نحط في الصندوق اون سبوت 2.6 مليار جنيه انت كان لازم تبدأ الصندوق أصلا ب2.6 فمتخيلة المبلغ ده كبير قد ايه كبير جدا طب انت هتعمل في ايه عشان تحافظ على الميزة اللي بياخدها اللي خارج المعاش طبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا المهم حاولنا طبعا وزارة المالية بتعمل لنا اتحات على قد ما بتقدر بندبر من موارد الهيئة أو هكذا تخطينا غاية شهر 11 2018 فإذا ان السادة أصحاب المعاشات لحد شهر 11 2018 بالزبط أخدوا مكافئتنا هيت الخط بالزبط طب احنا محتاجين نكمل الباقي مصبوط وأنشأنا الصندوق بطريقة قانونية وطبقا للليحة بتاعة الرقابة المالية وأصبح فيه صندوق للعملين لنهاية الخدمة موجود حالا من 2019 فإذا الصندوق موجود بس لسه مملاش عايز يتمل طب بيتمل ازاي في مجلس إدارة قريدي أنشأ مجلس الإدارة لا علاقة للهيئة بتاتا بيه يتبع مين هو مجلس إدارة بيتم انتخابه جمعية عمومية وبيتم انتخاب العاملين فيه مش عجبهم مجلس الإدارة دلوقات يجتمعوا يعملوا الجمعية العمومية الخاصة بيهم ويجيبوا مجلس إدارة تاني فإذا انت مش مقتنع بمجلس الإدارة ده ومجلس الإدارة يعني ايه اللي ممكن يعني يفيد يعني قصدي يصيب فيه أو لا يصيب فيه هي موارد ده انت بتحطي ميزة مالية بتاخدي وصادها ميزة مالية وانت خارجة بس الميزة دي قد ايه عشان تشكل الصندوق وتاخدي نفس الميزة المية وخمسين شهر هي دي بقى المشكلة والعقبة الكبرى طبعا برضو احنا ما نقدرش نسيبهم كده احنا اجتمعنا مع الصندوق كتير وحطينا حلول كتيرة الحمد لله تم اعتمدها من مجلس الهيئة لأيام السابقة ودي حتساعد للصندوق اللي احنا نقدر يبقى له استمرارية وكيان حلول زي ايه احنا اللي بنتكلم فيه اشتراك من العاملين بالاضافة للهيئة من الموارد الخاصة بيها من النواحي الاجتماعية والاشياء من هذا القبيل فانت تزود الدخل فانزود الدخل بالنسبة لهم فانحافظ على الميزة اللي تبقى موجودة المية وخمسين شهر وفي نفس الوقت الموارد اللي بتدخل لها دي تقدري اللي انت تكبريها عن طريق الموضوعات اللي بنتكلم فيها اللي هي ايه تديها تعظيم لها فتقدري الفلوس اللي بتتحط داخل الصندوق من العاملين يحصل لها تنمية تنمية دي تكبر النطاق المالي فبالتالي تقدري تقومي بواجباتك من ده وزي ما قلت قبل كده انت الشهر بيتكلف عندك اكتر من 16 وشوية يعني بنقول 17 مليون يعني انت بتتكلمي في السنة تقارب المتين مليون ودي في جزء واحد اللي هي نهاية الخدمة اللي احنا كهية لا علاقة لنا بيها دلوقت خلاص الموضوع خلص بس ما نقدرش نسيب الموظف العامل اللي هو الزميل اللي هو حاسس انه هيتلع من الخدمة فدور اللي حيعنوه اللي حجوز بنته اللي حيعيش بيها اي حاجة بنطمنهم يعني برضو في الصرف اللي عندنا الايام اللي جاية دي اللي هو مع 23 يناير 24-25 ده هي المنظومة الالكترونية 20 يناير ده هيبقى العيد بإذن الله برضو عاملين حسابنا لأصحاب المعاشات اللي هي نهاية الخدمة برضو حينزل لهم المبالغ اللي بيها نسد دول من 2018 بالزبط نسد الكزية دي ونبتدي في 2019 هل حيبقى فيه شكل من أشكال الجدول يعني مثلا ايه هو بادي موجود موجود احيانا احيانا المواطن وانا بعتبر برضو يعني الزميل احنا كلنا مواطنين في الدولة فاحيانا المواطن بيتطمن لما يقول ايه طيب انا موجود في الجدول حتى لو انا حابقى يعني 22 بس انا موجود في الجدول انا متطمن احنا دايما نقول على فلوس ما سبيرو يعني كلنا وحنا اجيال على فكرة ما كناش بناخد الفلوس في معادها ابدا من زمان يعني فكنا دايما نقول ايه فلوس ما سبيرو ما بتروحش يعني موجودة موجودة حناخدها فهل فيه نوع من أنواع الجدول حيقدروا يتطمنوا يعني أصحاب المعشات اللي احنا بنتكلم عليهم ما بعد 2018 دول حيتطمنوا دول موجودين موجودين واليات الصرف والتنظيم وكل شيء موجود موجود مشكلة مالية اللي انتي عندك القرار تصدر في 2014 حجم وقفل فمتدريش تطلعي من مخصص دولة لسنديق خاصة هي دي كانت المشكلة والعقبة الكبرى لكن فيما بعد دلوقتي تضافر جهود العاملين مع الصندوق والميزة اللي هم عايزينها دي حيبقى مقابلها مالية نسب مالية واحنا بنساعد فيها اللي بيها نخليها بنفس الناس وبرضو انا بطمنهم احنا مش هنسيب ده الا لما نوصل حيث الاطمئنان الكامل اللي احنا بنقوله اللي اللي عاملين وتاخد نفس الميزة ان شاء الله بإذن الله وربنا يوفقنا فيها هو اجمال المستحقات هيوصل كام تقريبا العقام كبيرة جدا انتي بتتكلمي السنة بمتين مليون يعني انتي بتتكلمي في ستمائة مليون في التلات سنين ده عشان توفي توفي من 2019 ل22 انتي بتخيلة حجم الأرقام والعامل الواحد ليه 150 شهر ابزت تبقى لأصل حجم الأرقام كبير ويخوف انتي حجم العاملين كتير جوا ماس بيرو ومش دين مشكلة بس انتي عندك الأجزاء الاعتادية والوجوبية وبحكم المحكمة ده موضوع تاني الهيئة بتوفي بكل الانتزامات دي من مواردها على فكرة احنا ما بناخدش دعم كمان في هذا هل مشكلة ماس بيرو عشان برضو المشاهد يعرفنا مشكلة ماس بيرو الهيئة الوطنية الحقيقة مش مسؤوليتها لوحدها ده موروث كبير طبعا العدد الكبير اللي احنا موجودين فيه بس يمكن انتوا عملتوا كمان حاجة انه ما بقاش فيه تعيين يعني حاولتوا برضو لازم توقفي ده عشان تبتدي تتعلم على العدد الموجود العدد الموجود طيب هل ما كانش فيه حلول برا السندوق علشان تعاون الهيئة الوطنية للإعلام وفي نفس الوقت كمان هقولها لك بصراحة ما هيوصل برضو في بعض الزملاء هيقتنعوا بيصدقوا وإحنا عارفينهم وحيمشي معاك في الجدول وفي بعض تاني هايقولك إيه طب أنا مش قادر أستحمل طب أنا ظروفي صعبة طب حيعمل إيه ده كل الكلام ده بتبوصله بين الاعتبار يعني احنا عندنا زي ما بنتكلم لأجهزات الوجوبية والاعتيادية وحكم المحكمة والكلام ده كله بنحاول اللي إحنا نخلص أجزاء فبتمشي العجلة تماما يعني لما بيبقى فيه جزء كبير موجود عندنا بنحاول نعوضه بأجزاء أخرى فالدنيا بتمشي وهو صراحة يعني هو مقدر المبنى وهو قد سنين عمره كله تفنى فيه طبعا فبيقول لنا أقل تقدير أنا فين أنا موجود فين فأنتي متخيلة أنا ببصله وأنا بقوله أنا معاك بس أنا مش قادر أعمل ده فبنحاول نعمله مع بعض فبنحاول نوفي بيدا كله وهم بيستحمله صراحة فدي مش المشكلة أنا أعتقد لا بالقليات اللي اتحطت بالشكل العام ده هيبقى فيه المنظومة لا طبعا فيه طمأنة وفيه حلول بدأت تبقى موجودة على أرض الواقع طيب خلينا نروح برضه وإحنا بنتطمن بالرعاية الطبية للناس وبرده انت جاي على الجزء اللي بتكلمت فوق الوصف الزملاء دول لما بيستغلوا كلنا لما بنشتغل بشر اللي بيعي اللي بيتعبوا الرعاية الطبية مهمة جدا وانت كمان في ظروف جائحة كورونا وضعها ايه الناس عايزة تتطمن عليها طيب أنت عارفة احنا تكلفنا في جائحة كورونا دي احنا الرشدة عندنا تقيلة جدا لا لا بس لازم الله يكرمك احنا عندنا جائحة كورونا تكلفنا 100 مليون جنيه يعني تخيالي فوق الأعباء اللي هي الطبعية بتاعت الرعاية الطبية والعلاجات اللي احنا بنقوم بيها كعلاجات مزمن واحنا الوحيدين اللي يمكن بنعالج بعد خروج المعاشة يعني مفيش جهات ايه كلها بتروح على التأمين الصحي احنا ما زلنا جوه وبيتعالجوا وايمين بالواجب كامل متكامل بس احنا بقينا دلوقتي مش قادرين نستحمل الدنيا في زيادة رهيبة والحلول اللي حطناها اه هتمشي العجلة بس مش هتقدر اللي هي تستحمل كتير جاعة كورونا طبعا اللي هي قامت بالواجب كامل متكامل من ناحية العاملين واتكلفنا 100 مليون جنيه ده غير نطاق المستشفيات والصدليات والعلاجات والعمليات وكذا ومع ذلك برضو بنقول احنا تحت عمركم الدولة وقفة معاك وبتحاول اللي هي تديك على قد ما بتقدر واستحملنا برضو في أمور أخرى احنا بنمشي الحال فيها فده كله يعني لما بيجي كمان حالات استثنائية صعبة بيتم النظر ليها ومعاونتها طبعا كل الأشياء دي خلي بالك كل اللي بنتكلم فيه كل الناس صعب لا لا وكل اللي بنتكلم فيه خارج المنظومة الإعلامية طبعا يعني احنا ما تكلمناش في إعلام خالص احنا بنتكلم في إداريات وماليات وأمور قانونية فمتخيلها الحمل والموروس اللي احنا خدناه ده الشكل العام بتاعه ازاي فدي المشكلة المميدة تعالي في موضوع الترقيات اللي الناس كلها عايزة ترقيات 11 ألف موظف قبلين للترقية ترقيتين تكلفتهم الشهرية 40 مليون جنيه علشان بيترقى بفلوس كل ترقية لها حاجة طبعا هتجيب موارد منين الهيئة وانت عندك مشكلة يعني ما أنا شايفة هنا انه مسبيرو رقى 11 ألف موظف في الفترة هيرقي مطالب ان يرقي 11 ألف موظف حق الموظف اللي موجود في الترقية تخيالي ده ايك والكام فلوس 40 مليون 40 مليون شهري فانت متخيلة ده وبعدين حطي عليه كمان عندك علوات العلوات بعد ما ندفع المتجمدات وندفع كل الأشياء دي انت محتاجة 40 مليون شهري يبقى انت محتاجة 80 مليون يعني 480 مليون جنيه في السنة نص مليار تقريبا اه بالضبط وعندك كمان عجز اللي احنا بنقوم به من مواردنا ب40 مليون جنيه يبقى محتاجة 120 غير زيادة التأمينات والأعباء بتاعت المعاشيات والرعاية الطبية كل ده بعيد عن المحتوى بعيد عن التقنية الحديثة بعيد عن رفع الكفاءات البنية الهندسية كل ده وما زلنا بنقوم به هل برضو يعني زي ما قلنا في البداية هي مصاريف التشغيل انت كمان عندك يعني خلينا نشبهها كمان للمشاهد ماسبيرو عامل زي مصنع لازم يشتغل ويطلع انتاج وفي نفس الوقت يوفي بشغل الناس يعني احنا عندنا بقى مصنع الشاشة يعني الشاشة تكريفها كتير قوي طيب الحل حيمشي بالتدريج يعني دلوقتي احنا نقدر نقول بانه الناس هتبدأ تتطمن بانه هيبقى في خطة احنا كل فترة بتوفوا الخطة موضوع على فكرة ايوه ومكتوب العلاج والرشدة اللي ماسبيرو عايزها اه بس احنا ماشيين فيها بقليات وبطريقة شغل هي فيها امور طبعا مالية هي بتعمل عراقيل وفيه امور تانية بنحاول نجري فيها يعني حاولك مسلا على سبيل المثال مش الحصر احنا عملنا بنية اساسية ارضية فوق الواقع بتقنية حديثة اله دي وزان عليها البطولة الافريقية وبطولة اليد وما زالت حتى البطولات الافريقية بتتزع عليها كل الاشياء دي من البنية الاساسية اللي عملناها الارضية الممتدة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية متخيلة كمان معاها البنية الاساسية الازعية من مراكز ارسال وبس على مستوى المحافظات ككل عشان تقدري تسمع الراديو صحيح والاماكن اللي زادت طبعا في الفطرة الاخيرة دي من مناطق جديدة وبنيات اساسية وده كله وبرضو وفي نبيه النقل الرياضي انتي شفتي بقى دلوقتي بتتفرجي على مباريات كرة القدم مباريات كرة القدم كان نقل رائع ده ايك والفلوس طبعا انتي لما بتنقلي من تقنية لتقنية الموضوع مكلف فوق الوصف ده في الجزء الاعلامي اللي احنا بنتكلم فيه بس اكيد استاذ حسين بردو سمعت بعض الاسوات قالتلك انت بتطور اه بس انا مش موجود في تطويرك مين اللي مش موجود فيه ناس بتقول كلام كده يعني ما انا برضو بنقل لك يعني بصي كل الكلام احنا بنستوعبه وبيوصلنا بس انتي ما بتيجي للواقع لا كل العاملين اللي موجودين في التطوير هم من داخل ابناء ما سبيرو اسألي كل الناس اللي حوالين لا لا ما نعرفه احنا بنتكلم ده من كافة القطعات اللي موجودة داخل ما سبيرو قنوات اون احنا مشاركين بيها اللي هي الرياضي بنسبة 50% ده يمكن معلومة الناس ما تعرفهاش ما سبيرو مشترك فيها بنسبة 50% والتطوير اللي حاصل في النقل الرياضي كله ما بين الهاية الوطنية اللي علام وان وان المتحد وده مش هنا بس لا ده احنا حتى في المحتوى وعندك تابعته العاملين بيشتغلوا هنا وبيشتغلوا هنا وموجودين انتي العاملين قريدي هم قايمين بتوع ما سبيرو هم قايمين على القنوات الخارجية فاحنا بنستوعبهم سواء عندنا او سواء في القنوات التانية واحنا مشاركين فيها فدي العملية اللي احنا بنحاول نطور بيها انا عارف ان انت حضرتك كمان دايما مهتم لما بيبقى فيه بتقول لا انا عايز ولاد المبنى يبقوا موجودين لازم هم اللي عندهم الخبر ان هم اللي بيعملوا الشغل وبيبقوا موجودين انا عارف انا شخصيا عارفة ده عنك يعني طيب ايه حكاية البصمة ليه العاملين اتضايقوا من البصمة رغم ان هي كانت حاجة تنظيمية انت كنت عايز تضعها في المبنى ايه اللي حصل خلينا نتكلم بصراحة البصمة مش على هوى بعض من الناس تمام عشان الناس دي ما كانتش بتحضر فيما سبيرو صحيح وفيهم ناس ما بيدخلوش المبنى ممكن يقعدوا بالشهور اللي هو البصمة مش المشكلة اجي اخد المرتب وروح بالضبط البصمة مش المشكلة عندنا انت عندك قليات اخرى بالتام عندك الدخول للمبنى بالكرنين مماغنط ده اثبات وجود سواء بالحضور او الانصراف الحاجة التانية ما بتطلع للإدارة بتاعتك انت بتمضي حضور وانصراف صحيح فيبقى احنا ما عندناش المشكلة دي البصمة مع قواعد العمل اللي احنا عبتدنا نحطها المسبيرو وتغييرها في شكل الهيكل المالي او الاداري بالاضافة لللايحة الموحدة اللي احنا عملناها دي تكملت المنظومة حوكمة المنظومة والدولة كلها هي بتنادي دلوقتي اللي احنا كلنا نعمل حوكمة رقمية طبعا مصر ماشية مصر الرقمية اصلا فانتي مش هتبقى بفصلة ده انتي الكيان الاعلامي اللي بتنادي بيدا مش هتعمليه عندك طيب دي جات ازاي مشكلة عندنا التكدس اللي حصل في التجارب الاولى ايه التكدس اللي حصل انتي عندك ابواب مغلقة ابواب مغلقة نتيجة الاعمال الخارجية البنية اللي بتتم حوالي المسبيرو صحيح فازوح فيه باب واحد صحيح الباب الواحد ده استوعب الناس في الدخول وما كانش فيه مشكلة لكن في الخروج عشان معاد واحد معاد واحد وده اللي احنا ابتدينا نبصله ما انتي لازم تجربي تجربي وتشوفي اعمال البصمة وقفة دلوقتي احنا مش بنتعامل بيها لكن احنا بنبص كنا ساعتها لما دي تطبق هيبقى الموضوع شكله ازاي طبعا البيبان التانية ما هتفتح هتعمل عملية ما فيش تكدس فيها في الاماكن اللي زي كده صحيح دي خلقة احتقان عند بعض من الموظفين اللي هما انا بقول عليهم يعني لسه مش ملتزمين فهي عملت مشكلة معهم بالاضافة برضو احنا بنسمعهم هو خلي بالك احنا بنتكلم عن عاملين اصدقاء زملاء اخوات صحيح حتى لو انت مش موجود احنا هنرعيك ونسمعك صحيح فوقفنا العمل بيها على طول قلنا لهم مش هيتم العمل بيها الا الاستفاءة الجميع اوجه النظم اللي احنا بنتعامل بيها للمنظومة دي اكيد ولو فيها ضرر بالنسبة لك هنوقفها برضو صحيح لانه في النهاية احنا ما سبيرو اللي بنصنع يعني محتوى بنقدمه لمصر كلها فاكيد احنا يعني بالنادي بالرأي ورأي الاخر اكيد هنسمعه جوه المبنى وجوه بيتنا استاذ حسين زين انا متأكدة انك في الايام المقبلة عندك خطة عمل كبيرة وعندك طمأنة وعندك اهتمام بالعاملين ومتأكدة وانت بدأت فعلا يعني بقالك ايام بتشتغل وشوفنا صور فايه اللي تحب تقوله ككلمة اخيرة بالنسبة للعاملين او المواطنين كبان اللي بيشاهدوا اولا العاملين اللي بنتكلم عليهم دول ناس تفانوا في العمل داخل ما سبيرو واحنا بنسمعكو كويس جدا واحنا معاكو قلبا وقلبا واحنا بنضمن حقوقه اكتر وبنحاول نخليها موجودة اللي بيها احنا بنحاول نوفي بيها على قد ما بنقدر الايام المقبلة ان شاء الله الحمد لله خلصة المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها من الحقوق الخاصة بالعاملين وابتدت المنظومة تستوع بالكلام دوان وابتدينا نضخ هنا الماليات الخاصة بيهم فالموضوع ده انا اعتقد اللي هو انتهى بالنسبة للعلاوات وانتهى بالنسبة لنهاية الخدمة فخلاص ما بقاش فيه المشكلة دي اللي حيبقى فاضل عندنا الدراسة اللي بنعملها للترقية عشان نوفر الماليات بتاعتها وانا بقولك من دلوقتي الناس كلها مستوعبها الكلام ده وقالوا احنا معاكم ويعملوا اللي انتوا عايزينه طالما انتوا بسطت لنا بالشكل ده والدولة شافتنا احنا معاكم طبعا فما عندناش المشكلة دي احنا بنقول لهم بنحاول نطور تطوير مش اعلامي بس ده في الكيان الخاص بما سبيره ككل مالي واداري وقانوني كل الاوجه دي احنا شغالين فيها والحمد لله قطعنا شرط كبير فيها فابتدينا نستوعب المقترحات الخاصة بيهم وبنسمحها كويس جدا بس احنا بنقول لهم كفاية بقى على كده سيبونا بقى نشتغل ونستلم منكم الجزئية دي عشان ما يبقاش فيه اندساس لعناصر مالهاش لازمة وانتوا كان الاعلامي اللي انتوا بتحرجوا كافة القنوات اللي بنتكلم فيها اللي مالهاش لازمة دي اكيد فمش عايزين نكون احنا السبب واحنا الاساس في ده فارجوكو يعني احنا كلنا اسرة واحدة مش عايزين حد يدخل بنا اكيد يعني انا مقتنع بانه ان شاء الله كل شيء حيتم مدام بشكل مدروس علمي محطط والعملين عندنا فيما سبيرو كلهم افاضل واكيد حيتطمنوا على الاقل بابك المفتوح دايما وقلبك المفتوح حيخلي الناس حسة انه حيانا الناس بتتخنق لما محدش اسمعها بالزبط لكن مدام انت بتسمعهم وموجود وبتحضر معاهم الاجتماعات وموجودين حواليك وانت بتطمن من خلال القطاعات اكيد العجلة هتدور وهي لازم العجلة تدور لا وفيه آليات اللي احنا وضعناها كمان هتستوعبهم اكتر وحنسمحهم اكتر اسمح لنا بقى بلقاء تاني نتكلم فيه عن المحتوى بلقاء كده لانه قبل رمضان على وعد نشوف كده يكون مسفيرو حضر يعني شاشة رمضان المبهجة دايما اللي الناس كلها بتنتظرها بإذن الله انا بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى ان شاء الله واثقين بانه الهيئة الوطنية للإعلام ان شاء الله تقدر تحقق بإذن الله كل الأحلام والمطالب المطلوبة منها شكرك شكرا جزيلا شكرا لك التاسعة دايما انه هو زي ما هو صوت للمواطن برا مصر وصوت كمان لأهلنا ما هو أهلنا في مسفيرو ناس مهمة وانا مطمئن عليهم جدا في هذه الليلة بشكركم وان شاء الله غدا حيكون معاكم لقاء جديد في التاسعة من شرم الشيخ الزميل العزيز يوسف الحسيني حيكون موجود هناك لنقل ان شاء الله للتاسعة منتدى شباب العالم اللي حيكون معاكم من الحد لحد يوم الخميس وحتشوفوا كل الفعاليات بشكركم وتصبحوا على ألف خير شكرا لكم موسيقى